اشتركوا في القناة بالاضافة لفحص نظر مجموعة من الطالبات الموجدات وتعريفهم على اهم الامور المتعلقة بمهنة البصريات من قبل الاخصائيين الموجودين عندنا هون في المركز وايضا تعريفهم عن المشكلات الممكن انهم يعانوا منها سواء كان في هاي الفترة اللي بتتعلق بالتركيز وتحتاج لتركيز وتحتاج الى مضاعفة الجهود في الدراسة وايضا القيام بهيك نشاط صغير اسئلة للطالبات وتقديم بعض الجوائز للجابات الصحيحة وشكرا لكم تلفزيون الفجر ضمن فعاليات لجنة النادي العلمي لمبحث العلوم الحياتي في مدرسة العدوية الثانوية وجبنا مجموعة من الطالبات او احضرنا مجموعة من الطالبات عددهم 15 طالبة استقبلنا المركز استقبال جيد كمنا بفحص نظر لبعض الطالبات من خلال الفحص كمنا بتوعية الطالبات اللي هي التوعية المهنية لتخصص البصريات في جامعة النجاح الوطنية تعرف على عيوب النظر من حيث الكسر نظر طول النظر نحن حراف والالية اللي يمكن استخدامها لتصحيح مثل هاي العيوب جينا اليوم على كزيارة مع نادي الأحياء في مدرستنا جينا على محل البصريات لنتعرف على طبيعة العمل ومثلا اذا في ميول عند الطالبة انها ممكن انها تتخصص في المجال مستقبلا انها تعرف شو بشتغلوا هون وبعض الطالبات تم قياس النظر عندهم تعرفنا على مثلا انواع النظرات كيف يتم قياس النظر كيف بيفصلوا النظارة مثلا لحدا انه عن طريق الجهاز عنا هون بيقيسوا النظر وشو المشكلة وبيحددوها بعدين بيصمموا العدسات حتى انها تتناسب مع العيون وتتحل المشكلة ترجمة نانسي قنقر